السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله ولا تنسوا كذلك الضغط على الجرس وتفعيله لتستمتعوا بكل فيديوهاتنا اغرب الاشياء التي تم نقلها عبر البريد لا يزال البريد يستخدم حتى يومنا الحاضر فعلى الرغم من التطور الكبير في مجال النقل والمواصلات الا انه لا غلا عنه في حياتنا اليوم في القدم كان هو الحل الوحيد للتراسل بين الاشخاص عبر الدولة الواحدة او بين الدول وبعضها او بين الدول والقارات كان البريد قديما هو الوسيلة الارخص لنقل الاشياء نظر الارتفاع تكاليف النقل والسفر وصعوبتها ايضا ولذلك سوف نتعرف اليوم على اغرب ما تم نقله بالبريد قديما عبر العالم اولا دابليو ريجنال دي بري هو رجل بريطاني غريب قام بجمع عدد من طوابع البريد وتذاكر القطارات كان يحفظ الدليل الكامل للبريد البريطاني حيث ذكر ان اصغر شيء تم نقله عبر البريد هو نحله واكبر شيء كان فيلا لذلك قرر اختبار ذلك فقام بارسال رأس ارنب وقرر ان يرسلها لنفسه عام الف وتسعمائة ثانيا هنري بوكسي براوين كان من العبيد بامريكا قام بوضع نفسه في حاوية شحن السفن ليوصل نفسه بالبريد من فرجينيا الى بينسيلفينيا التي كانت قد الغت نظام الرق والعبودية لكي يحرر نفسه وكان ذلك في عام الف وثمانمائة وتسعة واربعين ثالثا اليزابيث دوغلاس وديزي سولمان قامت هاتان السيدتان بارسال نفسهما عبر البريد الى رئيس الوزراء البريطاني للفت انتباهه الى حق المرأة رابعا ارسال طفل عبر البريد كان ذلك بين عامي الف وتسعمائة وثلاثة عشر و الف وتسعمائة واربعة عشر كان من القانوني ارسال الكائنات الحية كالحشرات وغيرها لانه ليس بالامكان دفع تذكرة قطار لذلك قاموا بوضع طوابع البريد على جاك الطفل وارساله عبر البريد اثناء الحرب العالمية الاولى عندما مات والده ووالدته من فرنسا الى بريطانيا حيث تسكن جدته خامسا الطفلة مي بيرستورف تم ارسالها عبر البريد عام الف وتسعمائة واربعة عشر حيث كانت رسوم البريد اقل من تذكرة القطار حيث كانت سبعين سنتا فقط لم يتم وضعها في البريد بل جلست في قطار البريد ووضع والدها طوابع البريد على المعطف الخاص بها سادسا تشارلز ماكينيلي كان يصعب عليه شراء تذكرة طيران الى دالاس فقرر تهريب نفسه في حاوية شحن من نيويورك الى دالاس والقت الشرطة القبض عليه ودفع غرامة قدرها خمسمائة وخمسون دولارا بالاضافة الى السجن اشتركوا في القناة